بسم الله الرحمن الرحيم ما أفضل الصدقة عن والدي المتوفى أفضل الصدقة هي الصدقة الجارية وهي الوقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية فالوقف أجره عظيم لأن الوقف أجره مستمر مادام ينتفع به سواء كان هذا الوقف للحي أو للميت فإذا جعلت عن أبيك المتوفى أو عن أمك المتوفى وقفا مدام هذا الوقف ينتفع به فيجري له ثوابه ولذلك فأعظم صدقة وأفضل صدقة عن والدك المتوفى هو أن تجعل له صدقة جارية ولا يلزم أن تكون الصدقة الجارية عقارا بثمن باحث ربما تكون صدقة جارية في أمر يسير يعني مثلا لو وضعت برادة مياه مثلا وجعلت صدقة جارية عن والدك يصله ثوابها مدامة أن هذه البرادة ينتفع بها مثلا كذلك أيضا لو أوقف مسلم مصحفا وجعله في مسجد صدقة جارية عن والده وعن والدته كذلك أيضا لو بنى عقارا أو اشترى عقارا وجعله الصدقة جارية وجعل ريعه يسرى في وجوه البر عن أبيه أو عن أمه كذلك لو بنى مسجدا والمسجد هو أعظم ما يكون من الوقف وأعظم الأوقاف فهذه كلها يصل ثوابها للميت ترجمة نانسي قنقر